موسيقى مشاهدين أهلا بكم أنا ليلى حداد وهذه حلقة جديدة من برنامج لقاء في أوروبا حذرت منظمة العفو الدولية من أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتعرض لخطر الانهيار من شراء المصالح الذاتية لبعض الدول جاء ذلك في آخر تقرير سنوي للمنظمة والذي يقدم تقييما لوضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء المعمورة ويركز التقرير بالنص والصورة والأرقام على أمثلة لبعض الدول بينها إسرائيل والسوريا والعراق وجزائر ومصر وتحذر منظمة العفو الدولية من اتجاه يبعث على القلق من جانب بعض الحكومات التي تتزايد اعتداءاتها على النشطاء والثحفيين والمحامين وغيرهم ممن يعملون للدفاع عن حقوق الإنسان ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع أستضيف السيد فيليب هانسمنس المدير العام لمنظمة العفو الدولية في بلجكا السيد هانسمنس مرحبا بك النتائج التي توصل إليها تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2015 و2016 هي نتائج تحذيرية فحقوق الإنسان مهددة في العالم بأسره هل لديك مزيد من المعلومات في هذا الشأن؟ نعم أنا أشارك في نشر تقرير منظمة العفو الدولية أو على أي حال أقوم بتقديمه وذلك منذ أكثر من عشرين عاما وفي اعتقادي إننا ربما نكون قد بلغنا حدا لم نصل إليه من قبل فلن نتحدث فقط عن انتهاك حقوق الإنسان ولكن سنتحدث أيضا عن انتهاك حق الإنسانية أي قوانين الحرب والتي لم تحترم حتى هنا وكذلك عناصر من القانون الدولي بنفس قدر أهمية اتفاقية جينيف وحماية اللاجئين فعدم احترامها قد وصل إلى مستوى لم يتم الوصول إليه من قبل في اعتقادي إن هناك مؤشرا قويا للغاية وكاشفا وهو عدد المهاجرين في العالم اليوم نحن نتحدث عن ستين مليون مهاجر في أنحاء العالم ونحو عشرين مليون لاجئ أما الباقون فهم في معظمهم مشردون داخل البلدان هذا عدد لم نصل إليه أبدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهذا يبين لنا إلى أي مدى انقلب العالم رأسا على عقب نتيجة الأزمات قد تكون في بعض الأحيان محلية لكنها تتسبب في نزوح الأفراد أو في نزاعات كبيرة كما نرى في جنوب السودان وسوريا والكونغو أو أيضا كما حدث في مالي حتى نكون واضحين هل هذا يعود إلى أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء كبير جدا أم أن الدول لم تعد تحترم حقوق الإنسان نعم هذا هو الوضع إذن فوجود لاجئين في العالم بهذا القدر الكبير إنما يبين لنا أن احترام الحقوق الأساسية وقوانين الحرب في انحسار إن حق الإنسانية هو إذن قانون الحرب هذا يعني أن هذا الحق الواحد هو حق محدود بصورة أكبر من مجموع حقوق الإنسان التي تم تحديدها في الاتفاقية الدولية ومع ذلك فإننا نرى أنه في بعض المناطق وسأخذ اليمن كمثال فإذا رصدنا ما يدور هناك فسنرى أن السعودية ترتكب جرائم حرب على أرض اليمن فالأسلحة والقنابل التي تبيعها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للسعودية يتم قد المدنيين بها وتقصف المستشفيات والمدارس كل هذه الأمور كانت تظهر بصور أقل على أي حال في الأعوام السابقة إذا نظرنا إلى جنوب السودان فسنرى أن هناك عمليات قتل ومجاعة ولكن المجاعة كان قد تم تدبيرها وتقريبا تسبب فيها على أي حال النزاع والطريقة التي تواجه بها الأطراف الموجودة بعضها البعض والتي لا تأخذ في الاعتبار بأي حال من الأحوال المدنيين فتضطرهم للخروج من البلاد فحين نرى أن هناك يمنيين يلجأون إلى الصومال نتساءل من منا يطبو اللجوع إلى الصومال الوضع في اليمن خطير جدا لدرجة أن اليمنيين يذهبون إلى الصومال لطلب اللجوع هل يمكن أن نقول اليوم وبعد عمل استمر لسبعين عاما أن حقوق الإنسان في خطر؟ حقوق الإنسان هي دائما في خطر لأنه إذا لم ننتبه ونحترمها وإذا لم نجبر الحكومات على تقديم كشف الحساب فإنها للأسف وفي أغلب الأحيان تترك الحبل على الغارب وفي هذه اللحظة تظهر انتهاكات حقوق الإنسان ولكن في الحقيقة قد لا نكون قد وصلنا إلى نتائج مثل تلك النتائج من قبل فحين ننظر إلى ما يدور في كل بلد فإننا لا نرى فقط عدم احترام الحقوق الأساسية بل يجري التشكيك فيها فعندما تعلمين أن أحد السياسيين في بلجيكا يقول لقد حان الوقت لإعادة النظر في اتفاقية جينيذ فيما يخص حق اللجوء فهو أمر مفزع لأن هذا يعني ليس فقط عدم احترام حق اللجوء ولكن وضع حدود وإقامة أسوار القلعة الأوروبية ويقال في نفس الوقت سنذهب إلى أبعد من ذلك ونطلب وإن كنت لحسن الحظ لا أعتقد إمكانية عمل ذلك إعادة النظر في حق اللجوء في حد ذاته وهذا أمر مفزع للغاية أعني هذا أن الدول المسمى بالدول الديمقراطية تتجاهل بدورها حقوق الإنسان؟ نعم أنا أعتقد وبكل وضوح أن ما يحدث بشأن اللاجئين في أوروبا هو صورة متكاملة ومؤسفة لما يحدث على مستوى انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا لأنه منذ اللحظة التي ترفض فيها أوروبا تنفيذ التزاماتها بصفة خاصة بالنسبة للاجئين وتطردهم إلى بلدان أخرى مثل تركيا وهي ليست ببلدان يكون فيها اللاجئون في مأمن عند وصولهم إليها فهذا يبين لنا أنها بلدان لا تعبأ بالحقوق الأساسية ما استرع انتباهي هو أنني عندما تقدمت باستجواب للحكومة البلجيكية بخصوص الاتفاق الذي عقيد مع تركيا وهو ليس باتفاقية وبالتالي فلا يمكن أن تعيد الحكومات الأوروبية النظر فيه إنه اتفاق هو تقريبا بيان صحفي ماذا نلاحظ؟ هو أنهم يقولون لنا لا لننتبه فالاتحاد الأوروبي لا يعتبر تركيا بلدا آمنا فاليونان هي التي تعتبر تركيا بلدا آمنا وبالتالي ندرك في هذه اللحظة أننا يمكن أن نستحل لأنفسنا كل شيء نعقد اتفاقا مع تركيا ونرسل أناسا إلى أماكن بغيضة بها نحن نعرف اليوم الطريقة التي يعامل بها اللاجئون في تركيا هو أمر مذهل علاوة على ذلك فقد فهمت تركيا ما ينبغي أن تفعله إنها تتحول إلى قلعة وتنتفع من وراء طالبي اللجوء الذين يأتون من سوريا هذا يبين لنا إلى أي مدى كل شيء أصبح متاحا يمكننا أن نستحل كل شيء وكذلك السيد أردغان الذي يحكم كسيد مطلق ولا يجرؤ أحد في أوروبا على إعادة النظر فيه هل هذا يعني أن المنظمات التي كانت في الأصل تدافع عن حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة وأيضا المحكمة الجنائية الدولية لم تعد تستطيع عمل شيء بسبب الترهيب والتهديدات أحيانا من جانب بعض الدول الكبيرة؟ في رأيي نعم فالمحكمة الجنائية الدولية لها حدود نعرفه فحين لا تصدق دولة ما على نظام روم الأساسي فإنها لا تخضع لها إلا إذا طلب مجلس الأمن من النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية الاهتمام بدولة معينة وبالتالي فمن الواضح أن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين لن تتعرض على أي حال ليس على المدى القريب لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الأمر الذي يثير ردود أفعال الجانب الأفريقي الذي يقول هذا الأمر لا يمكن أن يصير هكذا هي دائما نفس الدول التي يتم ملاحقتها وهذا إلى حد ما حقيقة لكن ما يغفلونه في أغلب الأحيان هو أنهم حين تتم ملاحقتهم فلأنهم اقترفوا انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان فإذا كان السيد بيمبار قد مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية فليس هذا بمحد الصدفة فهو لم يكن يلعب بالدماء قائلا تلك هي السياسة لا فقد اقترف انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان وبالتالي فحقيقة اليوم وبكل أسف جزء كبير من العمل الذي يخص حقوق الإنسان والالتزام بتذكير الحكومات به يعتمد على المنظمات غير الحكومية سواء كانت محلية أو دولية فأنا أشدد كثيرا على عمل المنظمات غير الحكومية المحلية لأنه عمل جوهري لكن الشيء المؤسف هو أننا اليوم لا نستطيع الاعتماد إلا على قوانا الذاتية ما الذي يمكن أن تفعله منظمة الحفو الدولية حتى تتوقف الدول الديمقراطية وأنا أصير على كلمة ديمقراطية عن عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية بالنسبة لي شخصيا فإن الدول الديمقراطية لا تكون حقيقة ديمقراطية إلا إذا احترمت كلية حقوق الإنسان بالتالي فتلك شهادة لا نقوم بمنحها فنحن لا نشهد بأن هذه الدول ديمقراطية أم لا على أي حال فرغما عن ذلك فإن معظم الدول الأوروبية ورد ذكرها في تقرير منظمة العفو الدولية السنوي وهو الشيء الذي يظهر بالتالي أنه ما زال هناك طريق طويل على الجميع اجتيازه لكنني أرى أننا ولحسن الحظ لم نخسر كل شيء فاليوم ما زال هناك سياسيون وبرلمانيون ومنظمات غير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تريد أن تقاتل من أجل احترام الحقوق الأساسية ما استرع انتباهي أنا شخصيا وقد يكون الوجه الإيجابي للصورة هو أن أرى مواطنين أوروبيين وقد تمكنوا بحق من تعبئة أنفسهم في أزمة اللاجئين فلقد شاهدنا في بروكسل وفي دول أخرى كثيرة أن هناك تعبئة فقط لجزء من الشعب لكنه في الحقيقة جزء هام وذلك من أجل استقبال اللاجئين هذا الأمر يظهر لنا أننا لم نخسر كل شيء ومن هذا المنطلق ما زلنا نستطيع الاعتماد على الشعب من أجل التحرك أتعتقد أن الدول تتوارى أكثر فأكثر وراء مسألة الأمر؟ حينئذ نواجه مشكلتين المشكلة الأولى هي إدارة استقبال اللاجئين أنا أرفض أن أتحدث عن أزمة اللاجئين بالنسبة لي هي أزمة إدارة استقبال اللاجئين في عام 2000 على سبيل المثال استقبلنا في بلجيكا 42 ألفا من طالب اللجوء مقابل 35 ألفا العام الماضي غير أن العام الماضي هو الذي رأينا فيه مشاكل في الاستقبال الأمر الذي يظهر لنا أنها مشكلة سياسية إدارة الأزمات وهي المشكلة التي عجزت السلطات في حكومات عديدة وليس في هذه الحكومة بالذات عجزت عن إدارتها كما ينبغي أو أنه كانت هناك أهداف خفية أفضل عدم النظر إليها بالتالي فمن الواضح أن مشكلة اللاجئين ومشكلة الإرهاب لم تتمخضا سوى عن تقوية فكرة الأمن وفكرة الانطواء على النفس والتي هي مقلقة للغاية والتي لا يمكن قبولها إلا على المدى القصير جدا نحن نعلم أن الدول الأوروبية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة في أراضيها إذا صح القول فهي تشيخ ببطء وتحتاج لدماء جديدة جميع الأحزاب السياسية تعلم ذلك وجميع الحكومات تعرف ذلك ولكن لا يوجد بينهم أحد يجرؤ على الجهر به لأن الفكر الشعبوي قد أفسد الفكر السياسي اليوم في أوروبا بصورة مفرطة فحتى إذا تحل السياسيون الأوروبيون بالشجاعة وأرادوا مواجهة الأمور فما نقوله لهم هو قفوا عن قراءة استطلاعات الرأي واكتبوا التاريخ لأن ما يفعل ذلك هو اليوم السياسي الحقيقي فهو شخص يستطيع أن يتولى مسؤولياته ويقول هذا هو ما يجب أن نفعله على المدى المتوسط والمدى الطويل فإذا لم يستطع أحد منهم أن يفعل ذلك فسوف تنهار أوروبا والتي هي في الحقيقة أحد المعاقل وظلت لمدة طويلة معقلا للدفاع عن حقوق الإنسان على أراضيها وفي أماكن أخرى من العالم ونحن ننبه الدول الأخرى إلى أننا إذا كنا عاجزين عن إدارة هذا الأمر فكيف سيصبح حال المنظمات غير الحكومية في دول الجنوب إلى آخره التي توصلنا لمساندتها بفعل مساعدات الاتحاد الأوروبي هل تعتقد أنه يمكننا الربط بصورة واضحة وجلية بين العمليات الإرهابية ومشكلة اللاجئين في بلجكا بشكل خاص؟ لا لا أعتقد ذلك ولكن هذا الربط قد أبرزته منظمات شعبوية على وجه التحديد فلن أقول أبدا ليس هناك إرهابيون يتسللون من خلال أفواج المهاجرين فسيكون هذا القول مثيرا للسخرية علاوة على ذلك فالإرهابيون الذين فجروا أنفسهم هنا في بلجكا وفي أوروبا كانوا من المقيمين كانوا بلجكيين وفرنسيين كانوا حاصلين على الجنسية ويعيشون هنا منذ وقت طويل بلادنا هي التي لم تكن قادرة على إيجاد أصولية مختلفة عن أصولية المسلم المتطرف الذي يفجر نفسه على نصية الشارع بالتالي تلك هي المشكلة التي نواجهها في أوروبا إذن فأنا أرفض الربط بين الإرهاب والمهاجرين ولكن الشيء المؤكد هو أنه إذا كان هناك مهاجرون فالسبب هو وجود مشاكل أيضا مع الدولة الإسلامية وحركات مثل هذه والتي هي بغيظة مثل بشار الأسلام هي دائرة مفرغة وفي رأيي أن المسائل تختلف إلى حد ما إذا ما كان الشخص سوريا أو بلجيكيا ففي بلجيكا يحتاج الشخص ويرغب في أن يكون له مثال أعلى إذا ما أراد أن يذهب إلى النهاية وحين يكون شابا ويرغب في أن يقاتل بطريقة ناجعة من أجل هذا المثال فإذا لم يكن لديه مثال يخدم الآخرين ويكون إيجابيا فإنه دون شك سوف يستعيد عنه بأفكار غريبة علاوة على ذلك ففي سوريا يحاول الشخص الهروب من الموت والغارة والتعذيب وأمور من هذا القبيل وبالتالي فمن الواضح أننا أمام وضعين مختلفين في الوقت الحالي أرى أن هناك إجماليا حلول هامة بالنسبة لأوروبا خاصة على مستوى المهاجرين لقد قلنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات أن هناك مليون ومئتي ألف مهاجر سوف يصلون إلى أوروبا وإن الدول الأوروبية تنظم نفسها بالفعل لاستقبالهم فالمليون ومئتا ألف لاجئ بالقياس إلى خمسمائة مليون نسمة هو عدد ضئيل بالتالي فهناك وسيلة لتنظيم هذا الأمر إذا ما توفرت الإرادة لكن للأسف ما أخشاه هو أن مسألة حق اللجوء قد أصبحت عبارة عن صورة لما آلت إليه أوروبا ولما أصبح عليه الاتحاد الأوروبي اليوم في إطار حق اللجوء وفي الحقيقة مسائل أخرى عديدة الأمر لا يتعلق بسفينة الشحن قد تغرق مثل التايتانيك ولكن بـ 27 مركبا تنتشر في البحر وفي كل مرة يحاول المهاجرون التشبث بها وهذا ما يسبب المشاكل التي نعرفها اليوم سواء في النمسا أو في أماكن أخرى إننا لم ننجح في عملية التوزيع لقد أسندنا إلى الإيطاليين واليونانيين لسنوات مسؤولية استقبال جميع المهاجرين باسم دابلن لكننا تحققنا اليوم أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلا أن معظم الدول ترفض إعادة النظر فيه ما هي درجة تأثير منظمة العفو الدولية على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي في الوضع الراهن؟ هناك نوعان من التأثير لا يمكن الاستغناء عنهما هناك التأثير الخاص بالحالات الفردية التي نعمل باستمرار من أجلها ففي قسم الـ ADN في منظمة العفو الدولية يتم العمل بالنسبة للحالات الفردية ويتم الحصول على نتائج لا بأس بها منذ أيام كتبت رسالة لأعضائها والمانحين مرفقا بها الكشف بالأخبار السر التي تراكمت من شهرين أو ثلاثة شهور فكان الأمر مبهرا بما في ذلك التغييرات الهيكلية للقوانين في بعض البلدان لكن علينا أن نعترف اليوم أن دورنا يتعلق بالإيدانة أكثر من البناء والتدابير الوقائية هذا ما يتطلبه الوضع الحالي فلا يمكننا أن نحصل من الحكومة على تقدم في مجال حقوق الإنسان بل علينا أولا أن نمنعهم من التراجع فيه أنت تتحدث عن أن دور منظمة العفو الدولية هو الإدانة وتوجيه الاتهام أيضا وعندما قرأت تقريركم وجدت أنكم تتهمون الاتحاد الأوروبي بالتواطئ مع عدد من الدول الأعضاء ولكن الاتحاد الأوروبي يرد لكم الاتهام ويتهمكم بعدم المهنية وعدم الحيادية نعم ولكن في الواقع هذا ليس بالأمر الخطير حيث يصعب عليهم إعادة النظر في الأمور التي نضعها نصب أعينهم لقد ذهبت للقاء الوزير رئيس الإقليم الوالونيف هنا في بلجيكا لأنه أحد المسؤولين السياسيين الذين نتعامل معهم بشأن توريد السلاح للسعودية وقلت له لقد وردتم سلاحا بثلاثة مليارات ونصف أو ما يقرب من ذلك للسعودية فانظروا فيما يستخدم هذا السلاح يستخدموا في انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها حتى تتم ملاحقتكم في وقت ما بتهمة التواطئ في هذا الشأن هذا الأمر يسبب لهم حرجا كبيرا لكن ما يحدث هو أن أوروبا ودولة مثل بلجيكا وأقليما مثل الوالون هم بالأحرى يواجهون صعوبات ولأن عليهم أن يقولوا للنقبات وللعاملين يجب أن نفكر بطريقة أخرى لأننا إذا استمرنا هكذا في بيع الأسلحة للسعودية فستوجه هذه الأسلحة في يوم ما ضدنا على أي حال هذا ما يحدث لقد وجدنا أسلحة من إنتاج شركة FN هيرستال بلجيكا بين أيدي داعش وبالتالي فمن الواضح أنه ينبغي أن نكون في لحظة ما أكثر واقعية ولكن من الصعب أن نقول للعملين بمنطقة الولون قد يكون علينا إلغاء بعض الوظائف لا أعتقد وإذا ما كنا أذكياء فعلينا أن نعمل بصورة مغايرة ولكن هذا الأمر على أي حال يعد على المحك بين إلغاء الوظائف وقتل الأشخاص الخيار يتم بسرعة نعم يتم الاختيار بسرعة الاختيار يكون سريعا بالنسبة لي وبالنسبة لك ولكن قد لا يكون هكذا بالنسبة للجميع إن نتحدث قليلا عن منطقة الشرك الأوسط والمغرب الكبير يذكر تقريركم عددا من البلدان لا سيما إسرائيل ومصر وسوريا والعراق وجزائر هل من الممكن أن تمدنا ببعض التفاصيل بالنسبة لإسرائيل على سبيل المثال فيما يتعلق بإسرائيل فما نخلص إليه هو للأسف عدم حدوث أي تغيير إننا نلاحظ كالمعتاد تدهور الوضع في إسرائيل وبالتأكيد هناك مجموعة من الانتهاكات يرتكبها الجيش في الأراضي المحتلة وأنا لا أتحدث عن أن هذه الأراضي أراضي محتلة وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية إلا أنه من الواضح أنه ليس هناك تغيير في هذا الشأن بل على العكس يبدو أن الأمور تتدهور وإذا ما نظرت إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة فلا أعتقد أننا أمام أناس على استعداد للجلوس حول الطاولة والبدء في المناقشات وبالتوازي أقول دون عقد مقارنة بين المستويات وإن كانت هذه حقيقة فلدينا أشياء كثيرة نلوم عليها حماس بالذات وأنا أذكر هنا عقوبة الإعدام فلقد جرى مؤخرا عملية إعدام في غزة بكل تأكيد هناك وسائل أخرى للعمل بخلاف تلك الإعدامات إذن هناك وضع يبدو متأزما في الوقت الحالي وأنا لا أدري كيف يمكن أن يتطور ففي كل مرة تكون حقوق الإنسان هي ضحية كل هذه الأمور هذا ما ينبغي البوح به فطالما ليس هناك مجال للتفاوض مع إحراز تقدم فكل جانب سوف يتشدد بصورة أكبر حكم الإعدام لا يخص فقط فلسطين وغزة فهو موجود في جميع أنحاء المنطقة لا فهناك تنقض في عدد البلدان التي تطبقها ولا يجب أن ننسى أن هناك مجموعة من البلدان لا تزيد عن 20 دولة تطبق اليوم عقوبة الإعدام فحين بدأنا حربنا ضد عقوبة الإعدام كان الأمر معكوسا فجميع الدول كانت تطبق هذه العقوبة عدى 20 دولة فإن أكبر عدد من الإعدامات ليس في فلسطين ولكنه مع ذلك في بلدان المنطقة المملكة العربية السعودية وإيران فإيران تضاعف فيها عدد أحكام الإعدام في عام 2015 وما زال العدد يتزايد وإلى جانب المملكة العربية السعودية نجد بكل تأكيد الصين التي خرجت عن السياق إذا صح القول حيث تجري فيها أعدامات بشكل كبير وحتى نعود مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط فإنني أعتقد أن هناك ما يحدث في سوريا على مرءا من الصحفيين ووسائل الإعلام وربما كانت هناك أمور أقل وضوحا في الجزائر منع المظاهرات في مدينة الجزائر وقمعها في الجنوب في حين أنه من الواضح أن الشعب يحتاج للتعبير عن نفسه فهو يعاني من البطالة ولا يجد عملا مع العيش في فقر فهناك فوارق داخل المجتمع الجزائري لا بد وأن تتسبب في مثل هذه المظاهرات إنني لن أرسم صورة لما يحدث فهناك أيضا قمع الصحفيين أو رسامي الكاريكاتير فبمجرد أن يجرؤ أحدهم ويوجه النقد للسيد بوتفليقة أو الطريقة التي يتم توزيع ثروة النفط والغاز فإنه قد يجيد نفسه على التو في بعض الأحيان حبيسا في السجن بما أنك ذكرت الجزائر فقد تم بالفعل إغلاق قانتين فضائيتين قناة الأطلس وجرى تخريب ومسادرة معدات وتم أيضا إغلاق قناة الوطن بدون أسباب وتم منذ عدة أسابيع قرصنت إحدى الوسائل الإعلامية الإلكترونية نعم هذا أمر أعتقد أنه لا يقتصر على الجزائر وللأسف هي أمور نجدها في كافة أنحاء المنطقة وعلى مستويات متباينة وفيما يخص مصر على سبيل المثال فالوضع اليوم فيها مأساوي ولا ترغب دولنا ولا حكوماتنا رؤية ذلك بأي شكل من الأشكال وقد تم توقف ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة التي تم حضرها ولكن جرى في النهاية إطلاق صراحهم وقد تطلب الأمر للحصول على عفو رئاسي لاثنين منهم ويوجد في السجون المصرية حاليا عشرون صحفيا والسبب في هذا أنهم ببساطة يقومون بعملهم كما تم أيضا حبس نقيب الصحفيين واثنين من زملائه والمدونون الذين تم توقيفهم كاد يحكم على أحدهم فقط لأنه كان يرتدي قميصا طبع عليه نقد للنظام كاد يحكم عليه بالإعدام هذه أمور تصيبنا اليوم بالرعب وما يسبب اليوم القلق الشديد في مصر هو استخدام التعذيب فأولا هناك آلاف السجناء فأكثر من أحد عشر ألف شخص تم توقيفهم خلال تسعة أشهر من العام الماضي لأسباب سياسية محضة وتمت محاكمة عدد قليل منهم قلة منهم جرت محاكمتهم استنادا إلى عناصر يمكن الاعتماد عليها لتقديمهم للمحاكمة والتعذيب يجري استخدامه بطريقة شبه منهجية الوضع إذن جد خطير ونحن نرى بلادنا الأوروبية تواصل تجارة السلاح مع مصر ببيع حاملات طائرات وأشياء أخرى مشابهة إنها ليست بدول مصدرة عادية فهي أكبر دول في الاتحاد الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا فهي أكثر تزديرا للسلاح لمصر نعم إنها الدول التي تزود مصر بالسلاح وبالطبع نحن نرى أن ما يجري مثلا في سيناء هو وضع لا يمكن تصديقه وفي نفس الوقت نحن نعلم أن فتح الأنفاق في غزة يعتمد على قرار النظام المصري وهكذا لم يتم التفكير على المدى المتوسط ولا حتى على المدى القصير فنحن في اللحظة الآنية لا نسعى إلا إلى البيع لقد كانت لدينا حاملة طائرات لا نستطيع بيعها للروس نظرا للعقوبات ولكن لحسن الحظ كانت هناك مصر كي تأخذها وليهم معرفة ما الذي ستفعله بها ولا بالأسلحة التي يتم إمدادها بها نفس الأمر ينطبق على المملكة العربية السعودية ونرى أنه يجري اليوم الإعداد في قطر لكأس العالم لكرة القدم حيث وضع العمال الذي لا يمكن تصديقه ولم تبذل الحكومة أي مجهود لتفادي الوضع الذي يعيش فيه العمال والذي يفد معظمهم من خارج قطر وضع هؤلاء العمال في قطر هو وضع مقلق نحن نرى اليوم لاعبي كرة القدم وقد بدأوا يعبرون عن أنفسهم بالقول أنا لن ألعب في قطر ما لم يتم تحسين وضع العمال الذين يشيدون الملاعب التي سنلعب فيها في عام 2020 إذن هذا وللأسف هو حال هذه المنطقة فالأمور لا تتحسن كلمة أخرى عن مصر هل يمكن أن نجزم أن مصر هي الأكثر قمعاً في المنطقة بعد إسرائيل؟ لن أقول هذا فنحن لسنا بصدد إعداد قائمة بالترتيب لأن ذلك سيكون خطأ وأعتقد أن هناك أوضاع يتعين دراستها حتى وإن لم تكن هناك دائماً فرصة لدراسة كل شيء وعليه فإنني لا أقول هذا وعلى أي حال فإن الوضع هناك خطير للغاية وهذا واضح وما كان قد قاله السيد السيسي وأراد تحاشيه بعزل السيد مرسي ربما نكون بصدد حدوثه الآن كلمة عن سوريا الأولوية اليوم في سوريا هي للاجئين وأعتقد أن هذا واضح لأن لبنان لم يعد قادراً فالعديد من اللاجئين السوريين في لبنان لا يعترف بهم كلاجئين وبالتالي ليس من حقهم الحصول على الحد الأدنى من المعونات التي يتم توزيعها ونفس الوضع بالنسبة للأردن وتركيا بوضوح هذه هي إحدى المشاكل وأولها المشكلة الثانية هي أن هناك اليوم بشار الأسد الذي ارتكب انتهاكات كبيرة لا يمكن تصديقها لحقوق الإنسان خلال الحرب هل يمكننا أن نقول أن الأمر يتعلق بجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؟ بالتأكيد نعم ولكنها للأسف لم ترتكب بواسطته فقط فهذا ينطبق على الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخرى فنحن في كل مرة نقوم فيها بإعداد التقارير نستنتج أشياء فضيع ارتكبتها كافة الأطراف وإن كان المقاتلون فنحن للأسف أمام انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان هل لمنظمة العفو الدولية مكتب في سوريا؟ لا لدينا باحثون يذهبون إلى مواقع مثل العراق ولكن ليس لنا مكتب في سوريا لأن ذلك ممنوع ماذا يقولون؟ باحثون ما قلته لك توا بمعنى أنهم يذهبون كل مرة للاطلاع على الوضع في أماكن بعينها وكل ما يأتون به هو أن الضحايا هم من المدنيين أنفسهم وأن عمليات القصف الروسية لم تأتي بالطبع بأي تحسن في الموقف ما هي المواد المالية لمنظمة العفو الدولية؟ تبرعات الأعضاء وهل هذا كاف لتغطية حاجاتها؟ هي غير كافية على الإطلاق ونحن نرغب دائما في المزيد فللأسف وكما رأينا فإن العالم يمر بحالة سيئة مما يتطلب أن تكون لدينا قوة أكبر وموارد أكثر لتوثيق كل ما نريد فنحن لا نستطيع توثيق كل شيء ولكن لحسن الحظ تتم متابعتنا باستمرار ومواردنا لا تنحسر وهذا أمر جيد حتى وإن كان ذلك ليس سهل إنه الثمن الذي يدفع مقابل الاستقلال؟ أماما لأنه إذا كنت ترغب في أن تكون لك مصداقية حقيقية لدى الحكومات فعليك أن تكون مستقلا عنهم ولا تعتمد عليهم ماليا سيد إسمانس شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا مشاهدين نأتي إلى ختام هذه الحلقة شكرا على المتابعة وإلى لك شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة